ومن أبرز المحطات في طريق نجومية مختار التيتش كانت مباراة نهائي كاس مصر سنة 1924 بين الأهلي والسكة الحديد في الوقت ده كان حسين حجازي أفضل لاعب في مصر كان بيلعب للسكة الحديد وخد البكوية سنة 1923 والجمهور ما كانش بيننا دي إلا حجازي بيه حجازي بيه الأهلي في اليوم ده كسب السكة الحديد أربعة واحدة مختار التيتش جاب جنين من الأربعة وحسين حجازي جاب الهدف الوحيد للسكة الحديد وحسين حجازي كان له جمهور كبير بيروح يشجعه وهو في أي فريق بيلعب ليه جمهور حسين حجازي زعل لخسارة السكة الحديد وحاولت مجموعة منه تعتدي على لعبة الأهلي وخصوصا مختار التيتش اللي كان عنده وقتها 19 سنة إزاي حسين حجازي بيه يخسر حسين حجازي يومها منع جمهوره من الاعتداء على مختار التيتش أما الإيه لقب التيتش دي؟ جي منين؟ ده لقب أطلقه عليه اللورد جارج لايد وده كان المندوب السامي البريطاني في مصر في الوقت ده جارج لايد كان لعيب كرة القدم قديم بانجلترا وعشان كده كان بيتابع مباريات كرة القدم في مصر وعجبته شخصية وموهبة ومروغات محمود مختار فأطلق عليه لقب التيتش طب إيه التيتش؟ التيتش ده كان لعب أكروبات إنجليزي حركاته بهلوانية يعني شوف ارتبط اسم البهلوان بمختار وكان جورج لويد كل ما يشوف محمود مختار يناديه هلو تيتش وبقى الكل يناديه مختار التيتش لكن بقى البداية الحقيقية للنجومية الطاغية والشعبية الكبيرة وبروز الشخصية القيادية لمختار التيتش كانت سنة 1928 فاكرين لما تكلمنا عن مباراة نهائي كاس السلطان حسين اللي فاز فيها الترسانة على الأهلي وتم إيقاف حسين حجازي لأنه رفض يستلم ميداليات المركز الثاني مباراة الأهلي والترسانة في نهائي كاس السلطان حسين كانت يوم 13 إبريل 1928 ويوم الثلاث 17 إبريل تم إيقاف حسين حجازي والأهلي حيلعب نهائي كاس مصر مع المختلط اللي هو إيه؟ الزمالك حيلعب معاه يوم الجمعة 20 إبريل يعني بعد أسبوع من خسارة كاس السلطان حسين مختار التيتش قاد الفريق للفوز على المختلط واحد سفر وهو اللي أحرز هدف المباراة قيادة مختار التيتش لزميله خلت جمهور الأهلي يسق إن فريق كرة القدم بخير حتى أما سابه أو توقف حسين حجازي وإن فيه نجم كبير يقدر يقود الفريق في غياب أبو الكرة المصرية حسين حجازي في اليوم ده مختار التيتش بقى أيقونة فريق كرة القدم في الأهلي وبقى النجم الأول عنده جمهور الأهلي مش بس كده سافر منتخب مصر للدورة الأولمبية بعمستردام في غياب حسين حجازي بعد إقافه وقدر يفوز بالمركز الرابع في الدورة الأولمبية وده أكبر إنجاز مصري في تاريخ كرة القدم المصرية لأن في الوقت ده كانت الدورات الأولمبية بتتلقى بالمنتخبات الأولى وكانت بمثابة كاس عالم لكرة القدم قبل التفكير في إقامة كاس العالم بعد كده بسنتين فقر جوي وكان سنة 1930 والصحف العالمية اتنقلت أخبار مختار التيتش وتم اختيار المنتخب العالم ضمن أحسن 11 لاعب في دورة أمستردام الأولمبية كانت بداية شعبية ونجومية طاغية لمختار التيتش وبداية لنهاية نجومية حسين حجازي في ملاعب كرة القدم مختار التيتش كبان كان هداف منتخب مصر في تصفيات كاس العالم 1934 وكان كابتب منتخب مصر في نهائيات البطولة اللي تلعبت في إيطاليا وتم اختياره ضمن نجوم البطولة بإجماع لجنة فنية مكونة من سبع نقاد من أبرز النقاد العالميين